كبيرة جدا حجم ضخم مقارنة مع اللوحة الأولى وهذا ليس تقريبا يعني الدعف إذن الآن عرفنا المحسن والعلباء خطوة ثانية سوف نرى بطريقة استعمال هذه اللوحة السلام عليكم ومطلب الله إذن بعدما راجعت طبلية غرافيك من شركة غاومون الأولى S620 والتي جعلتها للمدة شهرين تقريبا الخدم بها يوميا ما جمعت فيها شيء مشكل سريع ومقارنة مع التمنديلة هي شهاجة أكسرا أورودينار الخدمة مقارنة مع التمنديلة تم المهور الخفض وبراتيك يعني هي كان نخدم بها آلاز حالي كان كتب ورقة ممكن بعدما قمنا بمراجعة هذه اللوحة والآن سوف نقوم بمراجعة طبلية أخرى من شركة غاومون وهي هذه الطبلة يبدو أنها كبيرة نوعا ما مقارنة مع التمنديلة الأولى يقرأت نوعيا نضغط فأنه نقوم بمراجعة من الماسد قدم انصلي وممت بمراجعة وممت بمراجعة نقوم بمراجعة تقريبا نضغط عباجعة صدق المزيد هنا أحضروا كأين اللوحة تأول مفاجرة الصدق أزرار تلاحظون هنا هذه اللوحة أربعة أزرار هنا عشرة أزرار بالإضافة إلى هذا الزر لتغيير اللون أو تحكم مهم يعني أن الأزاري ممكن تحكم فيها يعني أننا نقدروا أعطروا أي واضحة بغير الكوليزير عندما تشجيل كوبي كولي برشت عينينا نحن لهذه الوحاق ممكن أن نضعها برشت وزينة بالغودة لحماية القلم إذن هنا رؤوس القلم يمكن تغييرها كما أشعرنا إلى ذلك الفيديو الأول أدوا لسارة شكر ثم أدوا روابط درايفر عن تحميل المرامج ثم دليل استعمال متوفر بعيدة سنوات ثم أفضل الكابل ثم أفضل المرامج ثم القلم الذي يشتغل بدون بطارية ثم إذا استعملوا الهاتف العادي نستعمل الهاتف ثم إذا استعمل الهاتف في تيب سي كما استعمل الهاتف ثم إذا استعمل الهاتف لأنه ممكن استعمل الهاتف وممكن استعملها مع الحاسوب إذن الآن أفضل المرامج ثم أفضل المرامج خطوة ثانية ثم أفضل مرامج ثم قريبا ثم إذا استعمل الهاتف ثم أفضل المرامج نفتح الطبق لكي نقوم بتشغيل هذه اللوحة أولاً الطبق Government Tablets لتخصص اللوحة لاحظاً توجد تاكتي لدينا 10 الزل مثلاً الزل الأول نريد تخصصه نضغط هنا ونختار مثلاً كل ما أقوم به مثلاً كونترول C يعني كي يقوم بالنسخ كونترول C ثم هذا الزل يقوم بالنسخ كونترول V إلى غير ذلك يمكن تخصص هذه الأنزرة كما تريد ثم ستيل نمريك يمكن تخصص كذلك الأنزرة يعني هذا الزل يعني إذا أردت أن تقوم الوظيفة بسرعة مثلاً الزل تضغط هنا ثم تضغط هنا ثم تضغط هنا يعني يقوم بمسح آخر عملية كونترول 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 يعني يقوم بالراجع إلى الخلف كونترول Z الزل الثاني وكونترول كونترول كونترول مثلاً يمكن تحكين كمية ولي ثم أريد أن أشتغل على الشاشة الأولى و الشاشة الثانية بقل وسط أخطر من هنا مكان الذي أريد أن أشتغل في كل مصفة فهنا سوف أشتغل على هذه الشاشة وهو يمكن أن تقوم دراسة في كل اللوحة وممكن أن تقوم دراسة في كل اللوحة فقط في هذا الماكن لا يريد أن تذهب إلى الماكن أخرى فقط فقط في المكان ممكن أن تقوم في هذا الجزء كما تقول إذا لم تريد أن تذهب إلى كل اللوحة كما سوف أتركها كما هي يمكنك هذا الدوار المرحب ثم بعد ذلك ثم إذا الآن نفتح برنامج خاصة الرسم مثلاً بما أن اخترت الشاشة الأولى يعني أن أضع برنامج كذلك تقوم برسم ما تريد مثلاً برسم سيارة مثلاً لست خبير في الرسم ولا أتقن الرسم جيداً لكن أنت يمكنك أن تقوم برسم أشياء إذا كنت أرصام إذا ترسم ما تريد يعني أنك ترسم على ورقة بكل رسم إذا ثم تنهي الرسم وتقوم بتغيير الألوان أو مثل ذلك مثلاً أضغطه هنا وأخترت أضغطه هنا أقوم بالرجاء إلى الخلف إذا عرفت أن تقوم بإتشاح الدروس مثلاً أنا شخصياً أستعمل برسم أستعمل برسم 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 ثم تكتب أي شيء تريد مثلاً شرحة ترس النهاية مثلاً مثلاً لن تقوم برسم أو نعم موانزة موانزة لو ألاحظوا أنني أشرح على ورقة كأنني أشعر بالسفة بكل وسط لا أجد أي مشكلة كان أنا أقوم برسم الموحة لأهل ذلك أو كأنني أرسم على ورقة بكل وسط أجل الموحة لترسم إذا أردت أن تقوم باستعمالي على الرسم أو أستعمل على شرحة الدروس بالنسبة لي لأستعمل على شرحة الدروس ولا أستغني علىها أبداً ثم في الهاتف كذلك نفس الشيء سبعاً أنا أجربها معكم في الهاتف أيضاً من طريقة استعمالي على الهاتف بالنسبة لأولاً والأدابتاتور بالنسبة لي نحن نستعمله تيب سي هذا ما قدامش في الهاتف ساعي ومترح للهاتف اللي عندك قدامش بهالطريقة ثم ترمشه الخاص بالتابلت بالتابلت ثم نفتح أي تطبيق لهالترسم بالتابلت ثم نقوم بالرسم وقوم باستعمال كذلك يمكنك الرسم داخل هذا التطبيق يمكنك الرسم في أي زيار تريد لاحظ من يمكنك أن تستعمل هذه التابريد مثل الماوس مثل الماوس إذن أعجبتك هذه اللوحة وعرضت شراءها سوف أضع لكم روابط في الوصف روابط شراء من كل الحال العالم بالنسبة للمشترق العربي الإمارات السعودية والمجاورة هما أنصحكم بالشراء من أمازون سوف أضع لكم روابط في الوصف ومن يريدون الشراء من العالم ومن يريدون الشراء من أوروبا توصيل لكم سريع يعني يومين ثلاثة أيام أربع أيام إلى أسبوع على كحد أقصى رابط شراء من موقع أمازون في الوصف أمريكا كذلك توصيل من يوم إلى أسبوع رابط شراء في الوصف إذن أتمنى أن أكون أفدتكم بهذه الأعداد الجيدة وقد تقسمتم معكم تجربتي مع هذه الأعداد ونلتقي في فيديو آخر حول فكرة الجيدة لإستعمال هذه الأعداد إن شاء الله ومرحبا بأي سؤال وإلى اللقاء شكرا